بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة الأولى استخدام بيانات التكاليف في اتخاذ القرارات Cost Information for Decision Making المحتويات المعلومات الملأمة وغير الملأمة لاتخاذ القرارات الشروط التي يجب توفرها في المعلومات لتصبح ملأمة أسباب الفصل بين المعلومات الملأمة وغير الملأمة تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة مفاهيم التكلفة لأغراض اتخاذ القرارات وناخد منها التكاليف التفاضلية تكلفة الفرصة البديلة التكلفة الغارقة بعض نماذج القرارات الإدارية التي تعتمد على التكاليف وناخد منها أربع قرارات هي قرار إحلال الآلات قرار تحديد حجم موازنة الإعلان قرار المفضة بين الشراء أم الصنع قرار مفضة بين التكنولوجيات البديلة أول موضوع هناخده المعلومات الملأمة وغير الملأمة لاتخاذ القرارات relevant and relevant information for decision making مقدمة إن عملية اتخاذ القرارات من أهم وظائف الإدارة حيث تواجه إدارة أي منشأة بالعديد من المشاكل التي تحتاج منها إلى اتخاذ قرار ومن الأمور الطبيعية أنه لا يمكن اتخاذ قرار ويراد منه تحقيق الترشيد الإداري إلا من خلال توافر معلومات وقد ذكر بعض الكتاب بأن الحضارة الغربية أفرزت على لسان أحد محدثيها مقولة مؤداها بالعربية أن ما من حق لأحد في أن يبني قرارا له على مجرد الرأي والهواء في وقت كان يمكن له فيه أن يؤسسه على صرح من الحقائق وبنيان من المعلومات ولكن أي معلومات ستفيد الإدارة وتجعل قراراتها رشيدة بالطبع المعلومات الملأمة التي تكون مؤثرة في اتخاذ القرار وجانب كبير من المعلومات الملأمة لاتخاذ القرار يتمثل فيه التكاليف والجانب الآخر يتمثل فيه المنافع في عام 1987 نشر كتاب لجونسون وكابلن تحت عنوان الملأمة المفقودة والذي كان بمثابة نقطة تحول ونقض للأساليب التقليدية لمحسبة التكاليف وفي هذا الكتاب قام الكاتبان بتوضيح تضاء الفائدة البائنات التي يوفرها نظام التكاليف التقليدي عن تكلفة المنتجات في عملية اتخاذ القرارات ولقد تركز نقضهما على بطلان استخدام الأساليب التقليدية لتخصيص التكاليف نظرا لعدم قدرتها على أن تعكس طرق الإنتاج الحديثة ونماذج التكلفة التي أصبحت مختلفة إلى حد كبير عما كانت عليه في الماضي بعد عام 1990 ومع ظهور تكنولوجيا تشغيل المعلومات Information Processing Technology والتي كانت السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التكاليف بمقارنتها مع العائد حيث أن ظهور الحاسبات الإلكترونية أدت إلى انخفاض تكلفة العمليات الحسابية وغيرها من عاملات جمع وتشغيل وتخزين المعلومات التي يمكن استخدامها في اتخاذ العديد من القرارات ونظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات فإنها تقسم إلى 1. معلومات ملأمة Relevant Information 2. معلومات غير ملأمة Non-Relevant Information